مباراة الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة بإذن الله غداً ستكون هذه المواجهة عند الثامنة والنصف حواسي إذا أتكلم عن أنطلق في النصر أتكلم عن الغيابات بالنسبة للفريق النصراوي حضور غوستافو هل هو متواجد في المعسكر أم لا؟ أبغى أستفسر أكثر عن النصر لا شك أن النصر يدخل هذه المباراة بظروف صعبة جداً غياب هداف الدوري وهداف فريق تاليسكا لا شك أنه مؤثر لفريق النصر بالإضافة إلى غياب عيمن يحيى الإصابة وكذلك عدم جهزية تامة أعتقد للفارو مدافع الفريق اليوم دخلت الدباة الجماعية الفارو إيه بس حتى ولو يعني غياب فترة طويلة مؤثر جداً سيشركه بشكل أساسي بكرة الفارو بالنسبة كبير رح يكون أساسي بالنسبة للغوستافو تعرض لازمة برد هل يمنعته اليومين الماضي أنه ما يشارك بتدريبات ولكن غادر مع البعثة الجدة وأعتقد سيقرر ذلك الفرنسي قارسيا قبل الاجتماع الفني ظهره غد الخميس أنه عدم مشاركته وعدم مشاركته صعب عن نصر بكرة مبارات لا ما في شيء صعب بالعكس أحيانا ظروف ضعف تولد القوة أنا أعتقد أنه يعني هذه مبارات الموسم متصدر ووصيف التقى الفريقان العام الماضي عندما كان الاتحاد متصدر والنصر الوصيف وانتصر الاتحاد في جدة السنة هذه بتبادل مراكز النصر المتصدر والاتحاد الوصيف أعتقد النصرون يتفاعلون جدا بأرضية جدة بي